العناصر الخلقية في المدينة السابعا مهمة الدين الخلقية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات رابعا مهمة الدين الخلقية الدين دعامة الأخلاق بوسيلتين أساسيتين هما الأساطير والمحرمات فالأساطير هي التي تخلق العقيدة فيما وراء الطبيعة ثم يكون من شأن هذه العقيدة أن تضمن بقاء أنواع من السلوط يريد المجتمع ويريد التهنى بقاءها فما يرجوه الفرد في السماء من ثواب وما يخشاه لديها من عقاب يضطر اضطرارا أن يذعن للقيود التي يفرض عليه الساداتي أو جماعته فالإنسان ليس بطبيعه مطيعا عقيدا طاهرا وليس شيء الخوف من الآلهة وذلك بعد القهر الذي خضع له الفيط قديما فأنشأ في نفسه الضمير أخضع الإنسان لهذه الفضائل التي لا تتفق وطبيعته إخضاعا مطردا صامتا فأنظمة الملكية والزواج تتوطف إلى حد ما على العقوبات الدينية وهي تميل إلى فردان قوتها في العصول التي يسود فيها الشرق الديني بل الحكومة نفسها التي هي أهم أداة اجتماعية إصطنعها الإنسان وأبعد أداة عن طبيعة الإنسان تثير ما استعانت بالتقوى وبالتاهن كما فعل أفكاء الهراطق مثل نابوليوم ومصيلين الذين لم يلبث أن تشف عن هذه الحقيقة ومن هنا كان ثم تميل إلى قيام دولة دينية كلما نشأت الدستير فلأن كانت قوة الرئيس البداي تستمد الزيادة من السحر والعرافة فإن حتومتنا نفسها تستمد بعض القوى من اعترافها السنوي بإله المهاجرين المرصود بحتومتنا هي الولايات المتحدة الأمريكية وأطلق أهل يونيزيا تلم التابو ومعنها التحريم على ما يحرمه الدين فلما تقدمت المجتمعات البداية بعض الشيء إصطنعت هذه الحرومات الدينية متانة هي التي أصبحت في ظل المدنية متانة القوانين وتانت صيغة التحريم عادة سالبة فبعض الأفعال وبعض الأشياء أعلن عنها أنها مقدسة ونجيسة وتانى اللظام في الواقع يعني أن نذيرا واحدا وهو أن تلت الأفعال أو الأشياء لا يجوز لمسها فتابوت الأهد مثلا تانى محرما ويروى عن عز أنه سقط ساقا عند لمسه لمنعه من السطوط ويؤتد لنا ديودورس عن المصريين القدماء أنهم أتل بعضهم بعضا إبان المجاة فذا يتأثر عندهم من الاعتداء على تحريم أتل الحيوان الذي اتخذته القبيلة توطما لها وإن تلا تجد في معظم الجماعات البداية عددا تبيرا جدا من هذه المحرمات فتعليمات معينة وأسماء معينة ما تنالها ططا تنطط وأي معينة وفصول معينة تانت من المحرمات بمعنى أن الطط لم يتن يؤذن به خلالها وكل معرفة البدايين بحطائر الغذاء وبعض جهلهم بتلك الحطائر تانى سبيلها إليهم تحريمات معينة أطامها الناس على ألوان الطعام فهم لم يلقنوا مبادئ الصحة عن طريق العلم أو عن طريق الطب العلماني بطد ما لطينوها عن طريق الدين وتانت المرأة أهم ما يتجى إليه التحريم عند البدايين فألاف الخرافات نشأت عن المرأة لتجعلها آنا بعد آن مجرمة اللمس خطيرة نجيسة إن من شاء العساطير في أنحى العالم لم يتون أزواج الموفقين لأنهم متافقون جميعا لأن المرأة أساس الشاكل له فلم يقتصر هذا الرأي على الديانتين اليهودية والمسيحية بل جوزهم إلى مئات من العساطير الوثنية ودقت تحريمات البداية تانى خاصا بالمرأة إبان حيضها فتل من لمسها أو تل من لمسها في هذه الفترة فقد فضيلته إن تانى إنسانا وضعت فائدته إن تانى غير ذلك فحرم المعطوز من أهل غيان البريطاني على نساء من يستحممن إبان حيضهن خيشية أن يسممن الماء تم حرموا عليهن الذهاب للغابة في مثل هذه الفترات حتى لا تعضن السعب غراما بهن حتى الولادة تانت عندهم نجيسة وتانى على الأم بعدها أن تطهر نفسها في تثير جدا من التطوص الدينية والعلاقة الجنسية حرام في معظم القبائل البداية ليس فطت إبان فترات الحيض بل تبايت أثناء الحمل والرضاعة ولعل هذه التحريمات تدنشاه النساء أنفسهم بما لهن من إدرار سليم وما يبغين لأنفسهن من وقايا وراحة لاتن الأصول سرعان ما تنسى وتنظر المرأة فإذا هي مشوبة وإذا هي نجيسة وإن تابع الأمر إلى أن توافق الرجل على وجهة نظره وراحة تشعر بالعار في حيضها بل في حملها ومن التحريمات وأمثالها نشأة الحياة ونشأة الشعور بالخطيئة والنظر إلى العلاقة الجنسية لأنها نجاسة وتذايت نشأة تقشف عزوبة الرهبان ونشأة إخضاع النساء ليس الدين أساس الأخلاق لكنه عون لها فقد يمكن تصور الأخلاق بغي دين وليس بالأمر النادر أن تتطور الأخلاق في طريقها إلى التقدم بينما يبقى الدين لا يأبه لها أو يطاومها مطاومة عنيدة ففي الجماعات الأولى وفي بعض الجماعات المتأخرة كانت الأخلاق فيما يظهر على أتم استقلالنا الدين وفي مثل هذه الحالة لا يعنى الدين بقواعد السلوك بل يعنى بالسحر والطرس وتقديم القرابين والرجل الطيب عندئذ هو من يؤدي محافل الدين أداء المطيع ويمدها بماله في ولو وإخلاص والدين بصفة عامة لا يرعى الخير المطلق إذ ليس هناك خير مطلق بل يرعى معايير السلوك التي وطدت نفسها بحكم الظروف الاقتصادية والاجتماعية وهو كالقانون يلتفت إلى الماضي ليستمد منه أحكامه وهو طامنا يتخلف في الطريق كلما تغيرت الظروف وتغيرت مع الأخلاق فقد تعلم الإغريق مع الزمن أن يمطلت مضاجعة المحارم مع أن أساطرهم كانت ما تزال تمجد الآلهة الذين يفعلون ذلك والمسيحيون يصطنعون نظام الزوج الواحد بينما إنجيلهم يخللوا تعدد الزوجات وإمتنع الرقمتنا عن تاما بينما المتدينون كانوا يدافعون عن قيامه بشواهد من الإنجيل لا تنقض وفي يومنا هذا نرى التنيسة تقاتل قتال الأبطال تقيم تشريعا خلقيا طاضت عليه الثورة الصناعية طاضا مبرى من لا شتى فيه فالعوام الأرضية هي التي تسود أخي الأمر والأخلاق التوائم بين نفسه وبين المستحدثات الارتصادية شيئا فشيئا ثم يتحرك الدين ترهن فيوفق بين نفسه وبين الأخلاق الجديدة إن الوظيفة الخلطية للدين هي أن يحافظ على القيام القائمة أرثر مما يخلط قياما جديدة مثال ذلك ضبط النفس الذي أحدثه لانقلاب الصناع في المدن ثم قبول التنيسة لهذا الضبط في خطوات بطيئة ومن هنا كان من علامات المراحل العليا في كل مدينة أن يحدث التجاذب بين الدين والمجتمع يبدأ الدين بمدد من السحر يقدمه للناس في حيرتهم وطيباتهم ثم يصعد إلى قمة مجده بمدد من وحدة الأخلاق والعقيدة يقدمها للناس ستجيئ هذه الوحدة معينة أربع العون للسياسة والفن ثم ينتهي بقال يفنى فيه فناء المنتحد فان عن طاضية الماضي الخاسرة ذلك لأنه كلما تقدمت المعرفة وتغيرت تغيرا متصلا استادمت بالأساطير واللهوت الذين يتغيران تغيرا بطئا بطئا لا يحتمل وعندئذ يشعر الناس برقابة رجال الدين على الفنون والأداب لأنها أغلال ثقيلة وحائل دميم ويتحد التاريخ الفرهي في مثل هذه المرحلة صبغة النزاع بين العلم والدين والعنظمة التي تبدأ في أيدي رجال الدين مثل القانون والعقاب والتربية والأخلاق والزواج والطلاق وتميل نحو الإفلات من رقابة الدين لتصبح عنظمة دنيوية حتى لا يعدها الدين أحيانا خارج عليه والطبطات المستنيرة تطرح وراء ظهورها اللهوت القديم ثم بعد شيء من التردد تطرح معه التشريع الخلطي عندئذ تصبح الفلسفة والأداب مناهضة لرجال الدين وترتفع حاطة التحرير إلى عبادة العقل عبادة المتفاني تتبو فيما يشبه الشلل الذي تسببه خيبة الأمل إزاة العقيدة وتلفترة ويتدهور السلوط الإنسان إذا ما سلب دعيمه الدينية فينطلب ضربا من الفوضى الآبطورية بل إن الحياة نفسها وقد حرمتها ما فيها من إيمان يبعث العزا في النفوس تصبح عبان ثقيلا للفقير الشاعب بفطره وللغاني الذي مل غناه آنا معا وفي النهاية ينحدر المجتمع وتنحدر معه عقيدته الدينية نحو السلوط معا في ميتة واحدة كأنهما الجسد والروح على النو سرعان ما تنشأ أسطورة أخرى بين الناس إذ هم ينوون تحت هذا العب الفادح أسطورة تصب الأمل الإنسان في طالب جديد وتمد الجهد الإنسان بحماسة جديدة ثم تبنى مدينة جديدة بعد أن تنقضى طرون في حالة من الفوضى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما باريت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد